اشتركوا في القناة سنتعلم في درسنا لهذا اليوم فكرتان أولا استعمال عبارة التشابه وثانيا تحديد المظلعات المتشابهة نبدأ معكم الآن بفقرتنا الأولى في هذا الدرس وهي استعمال عبارة التشابه المظلعات المتشابهة لها الشكل نفسه ولكن ليس بالضرورة أن يكون لها القياسات نفسها لو نلاحظ هنا أن المثلثان متشابهان ولكن ليس بالضرورة أن يكون قياساتها نفس القياس مفهوم أساسي يتشابه مظلعان إذا وفقط إذا كانت زواياهما المتناظرة متطابقة وأطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة نبدأ معكم الآن في أول مثال في درسنا لهذا اليوم ويتكلم هذا المثال عن استعمال عبارة التشابه في الشكل التالي W, X, Y, Z يشابه A, B, C, D نبغى نكتب الآن الزوايا المتطابقة نبدأ معكم الآن الزاوية A تطابق الزاوية W الزاوية B تطابق الزاوية X الزاوية C تطابق الزاوية Y وأخيرا الزاوية D تطابق الزاوية Z الخطوة الثانية نكتب الأضلاع المتناسبة أول ضلع عندنا هنا الضلع AB على W, X يساوي BC على XY يساوي CD على Y, Z وأخيرا AD على W, Z إذن الآن رح نكتب بالرموز عبارة التشابه ونقول A, B, C, D يشابه W, X, Y, Z المثال الثاني إذا كان N, P, Q, R يشابه U, V, S, T فأكتب جميع أزواج الزاوية المتطابقة وأكتب تناسبا يربط بين أضلاع المتناظرة نبدأ الآن بالفقرة الأولى ومن خلال هذه الفقرة رح نستعمل عبارة التشابه N, P, Q, R يشابه U, V, S, T لكتابة أولا الزاوية المتطابقة الزاوية N تطابق الزاوية U الزاوية P تطابق الزاوية V الزاوية Q تطابق الزاوية S وأخيرا الزاوية R تطابق الزاوية T الآن نكتب معكم الأضلاع المتناسبة N, P على U, V يساوي P, Q على V, S يساوي Q, R على S, T وأخيرا N, R على U, T تمرين إذا كان المثلث A, B, C يشابه المثلث Z, Y, X فأكتب جميع أزواج الزاوية المتطابقة وأكتب تناسبا يربط بين الأضلاع المتناظرة إذن رح نستعمل هنا عبارة التشابه A, B, C يشابه Z, Y, X أولا نبدأ بكتابة الزاوية المتطابقة إذن الزاوية A تطابق الزاوية Z ثانيا الزاوية B تطابق الزاوية Y وأخيرا الزاوية C تطابق الزاوية X الآن نبدأ نكتب الأضلاع المتناسبة A, B على Z, Y يساوي B, C على Y, X وأخيرا A, C على Y لا تمرين إذا كان المثلث A, B, C يشابه المثلث Z, Y, X فأكتب جميع أزواج الزاوية المتطابقة وأكتب تناسبا يربط بين الأضلاع المتناظرة إذن رح نستحمل عبارة التشابهة الموضحة هنا لكي نكتب أولا الزاوية المتطابقة إذن أول زاوية متطابقة لديه هنا الزاوية A تطابق الزاوية Z الزاوية B تطابق الزاوية Y وأخيرا الزاوية C تطابق الزاوية X الآن الخطوة الثانية وهي كتابة الأضلاع المتناسبة نركز مع بعض الآن A, B على Z, Y يساوي B, C على Y, X ويساوي A, C على Z, X نبدأ معكم الآن الفقرة الثانية في درسنا لهذا اليوم وهي تحديد المظلعات المتشابهة النسبة بين طولي ظلعين متناظرين لمظلعين متشابهين نسميها معامل التشابه أو عامل المقياس ويعتمد معامل التشابه على ترتيب المقارنة شوف عندي في هذا الشكل المجاور لدي A, B, C يشابه X, Y, Z أستطيع أن أجد معاملي تشابه المعامل التشابه الأول سأقول المثلث A, B, C إلى المثلث X, Y, Z إذن 6 على 3 أو أقدر أقول 6 على 3 هي بـ 2 وممكن أوجد معامل التشابه للمثلث X, Y, Z إلى المثلث A, B, C ورح نقول يساوي 3 على 6 أو 1 على 2 إذن معامل التشابه بين مظلعين متشابهين يسمى نسبة التشابه أحيانا مثال حدد ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا وإن كانا كذلك فأكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه ووضح الإجابة إذن نبدأ معكم الآن في الخطوة الأولى في هذا المثال وهي أن نتحقق من تطابق الزوايا موضحنا في المعطيات أن الزاوية N تطابق الزاوية R وأيضا من المعطيات أن الزاوية Q والزاوية S أيضا زوايا متطابقة إذن رح نستخدم نظرية الزاوية الثالثة ونستطيع أن نقول أن الزاوية P والزاوية T أيضا زاويتين متطابقة الخطوة الثانية نتحقق من تناسب الأظلع نبدأ معكم الآن في الضلع الأول الضلع RS على NQ RS بعشرة على NQ ب12.5 وتساوي 8 من 10 الآن نبدأ بالضلع الثاني RT على NP إذن 12 على 15 وأيضا تساوي 8 من 10 وأخيرا الضلع TS على الضلع QB وهي 9.2 على 11.5 وأيضا تساوي 8 من 10 إذن المثلثان متشابهان وعبارة التشابه وعبارة التشابه المثلث الخطوة الأولى وعطا في السؤال ومن مجموع زوايا الرباعي التي هي ب360 درجة نستطيع أن نقول أن الزاوية P تطابق الزاوية Y الآن تحققنا من تطابق الزوايا نبدأ نتحقق من تناسب الأظلع نبدأ الآن بأول ضلعين متناسبة وهي NQ على WB NQ بـ 18 على WB بـ 10 و18 على 10 1.8 الآن الضلعين الأخرى QR على WX إذن 9 على 4 وتساوي 2.25 الملاحظ هنا أن المظلعان غير متشابهان تقويم أكمل الفراغات التالية المثلث FGD يشابه المثلث MJK المطلوب هنا في هذا السؤال أن نكتب الزوايا المتطابقة والأضلاع المتناسبة نبدأ معكم الآن في الزوايا المتطابقة الزاوية F تطابق الزاوية M الزاوية G تطابق الزاوية G وأخيرا الزاوية D تطابق الزاوية K الآن الفقرة الثانية الأضلاع المتناسبة FG على MJ ويساوي GD على JK ويساوي FD على MK تقويم حقد الإجابة الصحيحة من خلال التمثيل المقابل لاحظ الآن كفقرة أولى يجب أن نتأكد أن الزوايا متطابقة نلاحظ هنا من خلال المعطيات في هذا السؤال أن الزاوية A تطابق الزاوية W والزاوية D تطابق الزاوية M والزاوية G تطابق الزاوية Z والزاوية K تطابق الزاوية L إذن راح نقول هنا الزوايا متطابقة وهي معطى في هذا السؤال الآن نبحث هل الأضلاع متناسبة أم لا لاحظ هنا MN على AD إذن 4 على 6 وتساوي 2 على 3 ML على DK 6 على 8 وتساوي 3 على 4 إذن نلاحظ هنا أن الأضلاع المتناظرة غير متناسبة إذن المثلثان غير متشابهة والسبب الأضلاع غير متناسبة إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 3 ماذا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم تعلمنا كيفية تحديد تشابه مظلعان وقلنا يتشابه مظلعان إذا وفقط إذا كانت زواياهم المتناظرة متطابقة وأطوال أضلاعهم المتناظرة متناسبة وأيضا تعلمنا استعمال عبارة التشابه لكتابة الزوايا المتطابقة والأضلاع المتناسبة وبكذا يكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم أتمنى أكون وفقت في تقديم هذا الدرس ونشوفكم في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر